الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فما أجمل أن نتأدب بأدب الإسلام في كل حركاتنا وتصرفاتنا وأعمالنا بداية بالأدب مع الله عز وجل بأن يكون قلبك متعلقا به وأن تكون نيتك خالصة لوجهه وأن يكون عملك خالصا لوجهه وأن يجدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهك الأدب مع الله عز وجل قولا وعملا ونية وإخلاصا وإذا أردنا أن نقف على جانب من أدب الأنبياء والمرسلين مع الله عز وجل فلنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حيث كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطى قدمه فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها هول عليك يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكواء وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله دائما حسن الخاتمة فتقول السيدة عائشة وأنت يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم وكيف لا يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يحول قلب عبد حوله وهذا سيدنا عيسى عليه السلام عندما قال الحق سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق تأدبا مع الله عز وجل لم يقل لم أقل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت ولم يقل لم أقل وإنما تأدبا مع الله عز وجل قال إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كن رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام كما حكى القرآن الكريم على لساني حيث يقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يسقين ففي جانب الخير أسند الهداية والإطعام والرزق إلى الله عز وجل فقال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وتأدبا مع الله لم يقل الذي أماضني وإنما قال وإذا مردت فهو يشفين وهذا العبد الصالح الخضر عليه السلام يتحدث في شأن السفينة يقول فأردت أن أعيبها فأسند عملية القيام بخلق السفينة وعيبها إلى نفسه أما في مسألة الحفاظ على الجدار للغلامين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد عبك أن يبلغ أشدهما ويستخلق كنزهما وهكذا تعلم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والعلماء والتابعون الأدب في كل مسالك حياتهم مر سيدنا عمر بن الخطاب على قوم يوقضون النار ولم يعرف أسماءهم عاد أن يسلم عليهم فلم يقل السلام عليكم يا أصحاب النار تشاء أمم من اللفظ فقال السلام عليكم يا أهل الضوء فما أجمل الأدب مع الله وما أجمل الأدب مع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمل الأدب مع الخلق فديننا دين الأدب والأخلاق والقيم الراقية النبيلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته